السلام عليكم ورحمة الله نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير على خير وكن اعتذر منكم على طول الغياب بسبب ظروف اليوم ان شاء الله غدين قدم معكم كيكة باردة اللي هي كيكة الشموى الفرنسية كجي رائع جدا في المذاق وراقية في الشكل ما غديش نطول عليكم غدي نخليكم ان شاء الله مع المقادر وطريقة تحضير فرجة ممتعة بسم الله اول شيء غدي نمر باش نحضر الطبقة الاولى اللي غدي نحتاجه فيها 300 كرام من البيسكويت استملو اي بيسكويت عندكم في الدار ماشي بالضروات استملو نفس البيسكويت انا استعملت بيسكويت مريا وغدي نحتاج 120 كرام من الزبدة المذابة ما يعادل كأس الا ربع الان غدي نمر باش نطحن البيسكويت انا حصل على اه واحد الخليط بحل الدقيق والشكل البيسكويت بعد مطحن توكي ما كتشوفوه الا على شكل دقيق الان غدي نضيف لي 120 كرام من الزبدة المذابة وغدي نخلط اه حتى كتشرب البيسكويت مزيان وكتسقي كاملة ما كتبقاش ناشفة الان غدي ناخد واحد المول اللي كيتفتح من الجوانب انا استعملت هاد المول قياس ديالو 26 سنتيم وإلا عندكم مول اصغر من هات غيكون احسن حيث يجيوه الطبقات عالية الآن غدي نبسط البيسكويت بشكل متساوي في جميع الجوانب غادي نقعدو بواحد المعلقة بعد غادي نضغطو عليه آآ سواء بليت او نستعنو بشي كاز او بشي صحن القاعدة ديالو مبسطة وكن ضغطو عليه آآ حتى كي آآ اللي بيس كوي كيتخل في بعض دياته ما كيبقاش كيتفرتد من بعد غادي ندخلوه للتلاجة كيبرد حتى كنقعدو ان شاء الله الطبقة الثانية وغادي نخرجوه والآن غادي نمر باش نحضر الطبقة الثانية اللي غادي نحتاجه فيها ثلاث علب من فلون كراميل انا استعملت هات الصغير الى عندكم فلان آآ الكيس الكبير استعملوا فقط علبتين وغادي نحتاج ميات جرام النفس اللي بيس كوي اللي استعملناه في القاعدة الاولى وغادي نحتاج لتر من الحليب ثم ثلاث ملاعق من السكر انا عندي فلان غير محلات واللي استعملتوه الفلون الكبير لا داعي لاستعمال السكر ثم علبه من القشدة الطرية الآن غادي نمر للطريقة ديالة تحضير واحدة الكسرول غادي نوضع آآ ثلاث علب من فلون بنسبة لبنات اللي هنا في اوروبا آآ فلون كراميل غادي تلقوه عند الاتراك كيكون كيس كبير وفيه السكر هنايا غادي نضيف ثلاث ملاعق من السكر بالنسبة لكمية ديال السكر طبعا كتبقى حسب الرغبة يلا جاكم السوس تقضي وضيفوا السكر هنايا غادي نضيف القليل من الحليب آآ غادي ندوبوا فيها الفلون مع السكر حتى كيدوف ثم غادي نضيف بقية الحليب صافي هنايا بعد ما دوبت الفلون مع الحليب غادي نضيف بقية الحليب اللي هي ثم غادي نوضعوه فوق النار آآ مع التحريك باستمرار ما تحبسوش من التحرك باش ما يتجمعش لكم في في الاسفل وكيتكور هناك نوضعوه لنار هادي اوحنا هيك نخلطو حتى كيوصلوا لدرجة ديال الغليان ولا بغيتوا تعرفوه اش الفلون ديالكم جاهز آآ مالي كاتشوفوه بدات كتطلع فيه الغلية كتوضعوه واحد النقيطة الصغيرة فوق آآ فوق شي في آآ شي صاحن الى لقيتوها جميدات صافي غادي تطفيو عليه صافي هنا الفلون بعد ما بدات كتطلع فيه الغلية غادي نطفي عليه النار ثم غادي نضيف ليه مئة جرام من البيسكويت ثم غادي نضيف علبة من القيشة الطريح تا هي غادي تلقوها عند محلات ديال العرب او الاطراك ثم غادي نخلط بالطراب الكهربائي ولعن ما عندكمش آآ ديرو الخاليط ديالكم في المولينيكس غير هو وردو بالكم ما يكونش الخاليط تسقون بزاف باش ما تخصروش المولينيكس ديالكم صافي بعد ما كنطحن الخاليط آآ مزيان وكتدوب البيسكويت ولقيش دطارية مع الفلون غادي نخويها فوق الطبقة الاولى اللي حضرنا ديال البيسكويت بعد ما اخرج دهم التلاجة استسميح هاد المقطع تحدف ليه من اللي اخويت آآ الفلون على البيسكويت وغادي ندخلوه لتلاجحتك يجمد واحد ثلاثة او اربع ساعات وهناي الفلون بعد ما جمد خرجته متلاجه وغادي ندوز واحد السكين في الجوانب باش نحيط الايطار بكل سهولة والفلون ما يتكسرش وما يكونش فيه التشققات صافيني بعد ما حيت الايطار كيما كتشوفوا حصلت على جوج طبقات متساوين في الحجم وكذلك اه 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 كيجيوا مقادين ما كيجيش تشققات اه في الفلون لذلك كتليكم استعنوا بواحد السكين باش تحيدوا ببطء من الجوانب الان غادي نمر باش نزيين الكيك بنسبة التزيين اه كيبقى حسب الرغبة بغيتو ترشو الكاكاو على الوجه كامل اه انا بغيت ندير نصف اه بالكاكاو المور ثم نصف بالكراميل هنا ايه وضعت الكاكاو المور في واحد الصفية وغادي نوضعو على واحد الجانب والجانب الاخر غادي نزيينو بسلصة ديال الكراميل صافي هنا بعد ما زيينت النصف الاول بالكاكاو المور غادي نحيدو لي تاك الورق الالومينيوم اللي درتو باش ميسيحش لي الكاكاو في جميع الجوانب وبالنسبة الجوز الثاني هنا يوضعت الكراميل في واحد الكيس وتقبطو من الجانب ثم كنرسم خطوط بالنسبة للتزيين كيما قلت لكم كيبقى حسب الرغبة وتقضو تثنو في كيما كيما بغيتو كيما حبيتو وكان هذا هو الشكل نهائي الكيك ديال شاموها الفرنسية كيما كتشوفوا الشكل ديالها كيجي رائع جدا والمضاق ديالها كيجي رائع وكيجي بنينة بالساف وباردة ومنعشة نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الكيك اكيد غادي نال اعجاب ديالكم الان غادي نمر باش نقطع معكم واحد الجزء باش تشوفوا الشكل دياله كيفاش كيجي من الداخل كنقطعو بواحد السكين كيكون هاد شكرا اشتركوا في القناة وهذا هو الشكل ديال ها كيفاش يجي من الداخل كما كتشوفو البيسكوية راشد فراسو والفلوم حتى هو راح جامد وكن حصلو على هاد الكيك الرائع شكلا ومضاقا والاهم من هاد شي كله انه كيتحضر في وقت قصير وسريع وبدون الحاجة للفرن نتمنى ان شاء الله تجربوه اكيد غدينا الاعجاب لكم والاعجبكم كما العادة خلووا لي لي لايك والاشتراك في القناة باش يوصلكم كل ما هو جديد نتلقوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفة جديدة مع السلامة